المجد والعليا مجد لخالق السماء أثارت الفنانة شيلاء سابت دجاوسة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها ظهرت فيه وهي تهين المملكة العربية السعودية الأمر الذي دفع بالشعب السعودي بمطالبة السلطات بعدم استمح لها بالدخول إلى البلاد مجددا في التفاصيل انتشر فيديو لشيلاء سابت ظهرت فيه وهي تحتفل باليوم الوطني السعودي ولكن الصادم هو ما فعلته أمام الجميع مثيرة بذلك غضب الشعب وظهرت شيلاء وهي تحمل العلم السعودي وتنشد النشيد الوطني السعودي ولكن اللافت انها لم تكن تنشده بطريقة صحيحة بل بكلمات عشوائية الأمر الذي اعتبره البعض أنها تهين المملكة والملك السعودي كذلك أو أنها تتقصد بلفظ النظر من أجل الزواج برجل سعودي كما اضع البعض المجدي والعليا مجدي لخالق السماء وارفعي الخفاق أخضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني موطني قد اشتفخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن وعلق أحد الحسابات على فيديو شيلاء قائلاً زو السعودي ما فيه نشيد غلط سكوتي أحسن الجدير بالذكر أنه كانت قد خرجت الفنانة البحرينية شيلاء ثابت عن صمتها لترد على الانتقادات التي ضلتها من المتابعين الذين اتهموها بتعمل الترويج المضلل من أجل عمل دعاية واسعة لأغناتهما مع الفنان اليمني فؤاد عبدالواحد وجاء ذلك بعدما أثار تساؤلاً حول ارتباطهما إثر نشرهما صورة جمعتهما عبر حساباتهما على شبكات التواصل الاجتماعي مرفقة إياها بعبارة الحمد الله ما دفع عدداً كبيراً من المعلقين والفنانين إلى المباركة لهما وقالت ثابت الجمهور هو من فسر الصورة على طريقته لا سيما أنني لم أضع خاتم الخطوبة ولم أكتبه تم عقد كوراني أو ما يوحي بأن هناك زواجاً وأضافت لا والله صدقشو أنا طلعت الإشاعة يعني دشو أكاونتاتي شوفو كتبت الحمد الله والكلمة تقال في كل وضع الحمد الله خلصت شغل الحمد الله في كل شي خلاص أفلنا الموضوع أفلت الموضوع أنا لم يتم عقد كوراني وكل شيء يعدي ويد الشيء تعدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة